إذا لم تستح فاصنع ما شئت ميليشيات طائفية تدين بالولاء للنظام الحاكم في إيران ثم تأتي لتحدث العراقيين عن الوطن وسيادته بعد الضربة الأمريكية الأخيرة التي أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد أبو مهدي المهندس قامت قيامة ميليشيات الحشد وقتلهم البرلمانية من أجل إنجاز تشريع ينهي الوجود العسكرية الأجنبية في العراق معتبرة الهجوم الأمريكي انتهاكا صارخا لسيادة العراق غير أن الأمور اختلفت حين أقدمت إيران على مهاجمة القواعد الأمريكية في العراق بالصواريخ الباليستية فالميليشيات لم تر في الهجوم الإيراني انتهاكا لسيادة العراق بل إن ميليشيا النجباء تمادت في موقفها حتى عدت الهجوم الإيراني مساعدة للعراق على استعادة سيادته المنتهكة ليس ذلك فحسب فوسائل إعلام أمريكية أكدت أن ميليشيا حزب الله في العراق المؤتمرة بأوامر خامنئي ساهمت في الهجوم الإيراني بإطلاق نحو أربعين صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار حيث تتمركز القوات الجوية الأمريكية وهو الأمر الذي أكدته وكالة تسنيم الإيرانية قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب من جهته قال إن إيران قامت بالرد الأولي على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وحان الوقت لفصائل الحشد للرد والتي لن يكون ردها أقل من الإيراني بحسب تعبيره وبين هؤلاء وهؤلاء يبقى العراقيون في ساحات الاعتصام والتظاهر يؤكدون رفضهم أن يتدخل أجنبي في شؤون العراق سواء كان ذلك التدخل إيرانيا أو أمريكيا ولا يزال العراقيون يبحثون عن وطن حقيقي لا نفوذ فيه لغير أبنائه ولا سيادة إلا سيادة الشعب العراقي اشتركوا في القناة